السلام عليكم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن اهمية الرباط الصليبي الامامي. وازاي الاصابة دي بتحصل وازاي بنشخصها. ان شاء الله في الحلقة دي عايزين نعرف ازاي نعالج قطع الرباط الصليبي. امتى تردوس على رجلي? امتى ارجع تاني للملعب? هاخد عليك طبيعي قد ايه? الاسئلة دي بستقلها كدير جدا وان شاء الله واخدال الفيديو دوت. هنجاوب كنا عن كل اسئلتكم ومستفسراتكم. اول حاجة هل كل الناس فعلا محتاجين يعملوا اعادة بناء للرباط الصليبي الامامي? زي ما احنا قلنا قبل كده ان رباط الصليبي الامامي دوت بغالبا بيحصل في الرياضيين. لكن لو الرياضي عايز يكمل تاني يحتاج اعادة بناء رباط الصليبي الامامي. في بعض العينين ان بيكون نشاطهم محدودة وبيشتكوش من عدم خيانة للربة. دولة ممكن نكتفي معهم بالعلاج الطبيعي ومنحتاجش ان احنا نعمل لهم اعادة بناء للرباط الصليبي الامامي. امتى اقول المريض جاهز لاجراء العملية? احنا لازم نتأكد ان الورم يكون عنده قليل. مجال الحركة يكون شبه كامل. ان القوة العضلية تكون كافية. لو الحاجات دي من في متوفرة بنعمل تأهيل للمريض عن طريق علاج طبيعي مقابل العملية. طيب العملية بتكون عبارة عن ايه? مشكلة الرباط الصليبي الامامي ان هو لما بيطقطع ما بيلتقمش تاني. وده بنحتاج ان احنا نستعوده باوطار نعمل بها عادة بناء للرباط الصليبي الامامي. اشهر اوطار بنستخدمها هو وطر العضلة الخلفية. بنفتح فاتحة صغيرة حوالي اثنين او ثلاثة سنتي وبناخد الوطر دوت وبنقوم بتثبيته فعظمة الفخت وعظمة الصاق في المكان المزبوط بتاعه. ايه الاوطار تانية ممكن استخدمها? ممكن استخدم وطر العضلة الوطرية اللي بيكون في الامام. بس ده مشكلته ان بيعمل قلم في الرجبة من قدام. او ممكن استخدم وطر العضلة الربعية. وحديثا بقى نستخدم وطر العضلة الشزوية الطويلة. وبتكون دي عضلة في الجانب الخارجي للرب. بنقوم بتثبيت الوطر دوت بطرق كتير مختلفة. اشهر طرق المستخدمها حاليا هو بيكون زرار تعليق ومصمار ذات الزوبان. سؤال بيتكرر كتير قوي هل احتاج ان انا شير المصمار دا ولا لأ. لا ما بنحتاجش نشير المصمار داوك. ما فيش اي مشكلة ان هو بيوضل موجود في الجسم. طيب هادوس امتى? على رجل بعد العملية. عملية الرباط الصريبي الامامي بتسمح لك الا انت تدوس من اول يوم ما فيش اي مشكلة. بس بنلبس دعامة للربع. وبنستخدم معكزات. بنحمل تحميل جزء في الاول. لان بيكون في بعض الالم موجود نتيجة الانفاء اللي احنا بنخفرها. عشان نسبت الرباط الصريبي الامامي. باستخدم معكزين لمدة اسبوع وبعد كده استخدم معكز واحد لمدة اسبوع تاني. وبعد اسبوعين بقدر امشي بدون استخدام اي عكاكيز. طبعا علاجة الطبيعي بيمسر خمسين في المية من نجاح العملية. فمهومي جدا الرياضي يهتم بالموضوع دوت. هقدر ارجع امتى للملاعب? طبعا ده سؤال بتسئل كتير جدا. غالبا بنرجع بعد حوالي من ستة لتسع شهور. وكل ما الفترة تكون اطول كل ما يكون احسن لللاعب. ارجوك لها الفيديو دوت ان اكون جوابت على كل الاستفساراتكم. وتمنى لكم صحة وعافية. شكرا.